موسيقى 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 وفي رسديو معنا ماري سالم مدير قسم المؤسسات في ضمان للأوراق المالية ماري أعلن ومرحبا بك وشكرا لانضمامك نتائج بانك دبيع الإسلامين وتابع نتائج البنوك والتي كانت قادة المؤشرات الإماراتية خلال فترة الماضية وقادة ربحية السوق في هذه الفترة تتعرض البنوك لمتغيرات منها خفض الفائد مرتين متتاليتين من قبل البنك المركزي طبعا مع خفض الفيدرالي الأمريكي متوقع خفض آخر هل سيتأثر هامش ربح الفوائد من ناحية وهل سيتم تعويضه من ناحية أخرى بانخفاض أو بارتفاع الطلب على الكولد نحن مؤخرا كنا شايفين أنه في تغييرات عم بتصير فعلا وبرأينا أنه في نسبة كثيرة كبيرة مننا هذه التغييرات كانت قرية بلت إن بالأسعار بالفاينانشلز أو الأستمتس وشي المتوقعات تبع البنوك بالفترة اللي جاية يعني هلأ حتى عم نحكي أنه في توقع أنه تخفيض جاية لقدام كمان حتى منشوف أنه هيدا ممكن يكون أورادي البنوك أخذتها بعين الاعتبار وعاكستها بأماكن معينة بسانحة كمان بدنا نذكر أنه البنوك صارت عم تطلع على نوع الخدمات اللي بتقدمها للمستثمرين بشكل مختلف عن ما كانت عليها قبل يعني حتى هلأ عم تطلعت نشوف كيف القروض عم تقدمها للزبائن اللي موجودين عندها بتختلف صارت وحتى نسب الفويد اللي بده يدفع العميل عم بيكون أوطى أو عم بتكون الأساليب بشكل أن تستقطب العملة بشكل أكبر لألا فهوة مش الربحية أكيد رح تخف بس أكيد البنوك عم تسعى أن تعودها بمحلات تانية فتصورك لأرباح الربع الثالث للقطاع المصرفي أنها ستكون نوعا ما مشابهة للربع السابق يعني ما حصل تغيير كبير عليها مثلا استراتيجيات البنوك لأنه من بداية العام ما وجدنا أنه فيه تغير واضح يعني هل تتوقع أنه الأداء البنكي كنتائج أعمال بالمجمل نستطيع أن نوحده أم لا ممكن تحكي أننا مثلا الأمرت مختلف تماما مش ممكن نقارنه ببنوك أصغر تحديدا لهذا الكوارتر ما فينا نجل نقول أنه في عنا شيء أو أحداث جوهرية صارت أن تأثر على القطاع المصرفي والمعروف عن القطاع المصرفي بالإمارات أنه قطاع ثابت يعني بتلاقي كل البنوك بحكم النطاب على البنك المركز اللي هو جدا شديد بالقوانين طبعه بتلاقي البنوك ماشي على نفس المسار دايما ودايما عندهم التواجه موحد كيف أنه هن بدون يظلوا محافظين على السبات يلي هن بقدموا للعملاء فبتتوقع أنه أوكي ممكن نشوف أنه فيه شوية تفاوت بالنتيج طبع البنوك بس ما فيه شيء حيكون مفاجئ بشكل ملحوظ أنه يأثر على زعزع سهم معين لبنك معين أو أي شيء من هذا بالأسواق المالية وشفناها تحديدا بدبي الإسلامي شفنا المرجن الاختلاف تبعه ممكن هذا الشيء الكثير ملحوظ طيب يعني من الواضح أن السوق في الفترة الماضية لم يكن يتفاعل كثيرا مع النتائج يعني حتى من بعض الشركات تأتي نتائج هيجابية هناك حالة من تراجع ثقة في الاستثمار في الأسواق الإماراتية بشكل عام ويعني هذا أمر واضح حتى من أحجام التداول الآن يعني البعض كانت قد أرجع ذلك إلى تراجع ربحية القطاع العقاري وأهمية هذا القطاع سواء تأثيره على القطاعات الأخرى أو في السوق والبعض الآخر قال أن الشركات ذات الخسارة المتراكمة أصبحت تمثل نسبة كبيرة من الشركات وبتالي أفقادت الثقة في السوق برايك هل يمكن استعادة الثقة مع أي نتائج حتى لو كانت مفاجئة وأن الوضع سيظل كما هو نحن أعطينا بالفترة كان المستثمر دائما قلق من ناحية أنه شو الأسهم أو شو القطاعات اللي ممكن أن يستثمر فيها بالأسواق المحلية وشفناها حتى السيولة كانت جدا منخفضة بس مؤخرة من الأسبوع الماضي إلى هلأ من وقت ما بلشنا نشوف شوية حركة وشوية فوليومز عم بتزيد بالأسواق نتيج أخبار معايا نطلعت على شركات ما رح قولنا شركات القيادية بالأسواق بس أنه في أخبار إيجابية كانت عم تطلع وأنه نشوف المستثمر عم بيتفاعل معها بشكل إيجابي واللي شفناه يعني خلال فترات الجلسات السابقة بيعطيك أنت نوع من الأرياحية أنه فيه رجعنا شوية نشوف نوع من الثقة إذا بدك ما رح قول ثقة بس أنه فيه نوع من التفاعل الإيجابي مع الأخبار اللي عم تطلع صارت موجودة بالأسواق والمستثمرية عم بيجنوا أرباح من وراها كمانا ستعود السيولة برأيك للارتفاع السيولة جديدة نحن ما عم نشوف إذا نحن نراقب الأسواق المستثمرين عم ينقل استثماراته من سهم معين لسهم تاني بين الأسهم اللي موجودة بالأسواق بناء على الأخبار لو كان عندك نوعية الأفراد اللي بيستثمروا في سوق الإمارات يعني بيحبوا ينطقوا أسهم بعينها وقطاع معينة وكان توجهته مع التطوير العقاري انتظروا صبروا كثير حتى الآن ما شفنا مثلا أربتك مسك عدد درهمين ما شفنا على سبيل المثال إعمار استطاع أن يثبت فوق الخمس دراهم وانت تتكلم عن أساسيات يعني أكيد مختلف في صحات هذه الشركة عن تلك وبالتالي هل لدينا احتمال قوي بأن تنسحب السيولة المتبقية على هذه الأسهم للسوق لأنه خلاص يعني أنت بتحكي في بارقة أمان والبعض الآخر يقول لا صبرنا كثيرا رح نطلع بإخسارة رح نطلع يعني ولا لا نحا إذا نجد نطلع على القطاع العقاري بالإمارات سنجد كثير صار الأسعار جدا واطية والمستثمرين صحيح مثل ما أنت التفقدوا الأمل نوعا ما بأسهم معينة بس إذا نجد نطلع في عندك المستثمر يلي هو دايما بيطلع على القيمة تبع السهم يلي هو عم يشتري فيها هيدول ما رح يتغيروا بس في عندك مستثمرين حيفتشوا على الفرص يلي هي بتجنينهم أرباح أكتر بالأسواق وهنا هول يلي هتلاقيون عم تروح تداولاتهم بين الأسهم المستثمر القيمة اليوم يعني من نظرا لذكرك هذه النقطة حينما ينظر إلى مكررات ربحية سوق دبيع جدا عن سبع مرات وينظر مثلا إلى إعمار هي أقل من هذه المستويات دبي الإسلام اليوم مع هذه النتائج هو عن سبع مرات أيضا لماذا لا يدخل مستثمر القيمة ويجد قيمة في هذه الأسهم حتى الآن وسواء مستثمر أجنبي أو أفراد أو حتى مؤسسات محلية لا أحد يريد الدخول في أسهم ليست متعلقة بتلك المشاكل ليس لديها خسار متراقمة تحقق أرباح وتوزع أيضا أرباح أين مستثمر القيمة من هذه الأسهم مستثمر القيمة يعني إذا بدأنا نجريحكي فينانشل إنستيوشنز عندهم مانديت معينة عندهم خطة معينة هن منطرين أنه يلتزموا فيها بتلاقي البورتفوليو سبع ونحاملة أسهم معينة عمدار السنة وما بتتغيره في العالم حينما نشاهد سهم بهذه المواصفات وهذه المكررات تتوجه إلى الاستثمارات مباشرة يعني لا يوجد سهم تقييمه سبعة وسهم يحقق هذه الأرواح ما المشكلة المشكلة أنه ما في عندك ساقة كان بقى الأسواق الموجودة هنا نحن عنا يعني هلأ المستثمر يرجع يعيد السقاء نعم بستقله إذا نجد أن طلعت عندك أنت دريكن سكالس أنت نواضي وجهة مشاكل في عندك شركات ضمن الدولة كان في عليا كمان مشاكل وعلماتها استفهام فهذا تخلق نوع من القلق عند المستثمر بيصير متجنب قد يستثمر ذلك السوق بحد نفسه بس هلأ وقتنا نرجع نشوف هيدا الفوليومز اللي عم بتزيد بقلب الأسواق ترجع عشانا تعطيك نوع من المحفز خلينا نرجع نشوف بعض من الأمال اللي استطاعت الأسواق الإماراتية وبعض الأسواق الخليجية بترقيتها على المؤشرات الأسواق الناشئة حتى تكون على مرأة من الصناديق الباسف أو الأكتف حتى العالمي نوعا ما وجدنا على سبيل المثال بالسوق السعودي في تدفقات أجنبية وإن كان أغلبها لصناديق الخاملة أو ما يسمى بالباسف أكثر من النشطة هل بتجدي أنه إحنا صعب جدا مدير صندوق أو مدير محفظة نشط أكتف يستطيع فعلا أن يقرأ السوق ويحلل أداءها وبالتالي يدور ويقوم بعملية إعادة تكوين الأصول ويبيع واشتري أما الموضوع لا أخليها إرميها على كل المؤشر أريح لك لأنه صعب صارت في عنا قطاعات نحن ما فينا ننكر أنه هي كانت دايما محافظة على سبيتة فما فينا نجي نظلم هلأ كل القطاعات بحكم قطاع معين أو شركة معين كانت أداءة سيئة بالفترة اللي أطعت فسنضيق الاستثمار جميلا مجبورين أنه يكون في عندهم استثمارات بهذه القطاعات وهون وين تجي الانتقاءات اللي بتصير هي عليها هون بتلاقي أنه في عندك حركة مثلا على القطاع المصرفي بتلاقي في عندك حتى بالقطاع العقاري فيه أسهم معينة أنه بالتقسيمة تبع الفنز اللي موجودة لازم يكون في عندك انتهاي دايفرسيفيكيشن لازم يكونوا موجودين وخاصة أنه نحن موجودين بالأمسي آي والفتسي يعني مش أنه موجودين على الهامش بالعكس نحن أشكرك على هذه التحليلات مريسة لمديرة قسم المؤسسات وضمان الأوراق المالية شكرا جزيلا لك شكرا لك